حابب تعرف كل البعلومات عن الكلانات بلعبة كلاش رويل اذا انت مبتدئ ما بتعرف شي شو هو الكلان وكيف تدخل عليهم في شرح تفصيلي لكل شيء واذا انت محترف وحابب تدخل بالتفاصيل الاكتر وتعرف كيف فيك توصل او على اي اساس بتنحسب الكؤوس لتوصل للمرتبة الاولى عالميا او لا اي مرتبة بدك ياها بلعبة كلاش رويل هذا هو عنوان ومحتوى حلقتنا لليوم بتمنى المبتدئين او المحترفين اللي بيهمهم هالمواضيع يتابعونا للاخر ليسمعوا الاشياء اللي بتهمهم وبتفيدهم ان شاء الله اذا السلام عليكم عدنا للابة كلاش رويل موضوعنا متل ما حكينا لليوم هو عن الكلانات طبعا هبلش احكي بشكل عام عن الكلانات عن كيف ممكن تنضم لكلان كل شيء بعدين هحكي عن موضوع الكؤوس وكيف الكلان ممكن نوصل للمراتب العالية الشي اللي بيقوله اول شي يا شباب انه اذا حكينا بالموضوع فكرنا فيه شوي شوي الكلان هو تجمع اغلب الناس تعرف شعني كلان الكلان هو تجمع والناس تجمع فيه بيحقلك انك تدخل على هذا الكلان اول ما توصل لليفل ثلاثة باللعبة كلاش رويل يعني لازم توصل لليفل ثلاثة لتدخل الكلان اذا حبيت انت تنشئ كلان بدك تدفع ألف جولد من موال اللعبة اذا ألف جولد هو التكلفة الكاملة لا حتى تدخل الكلان. الكلان فيه له متل تاق هون بسيط مكتوب متل اسم قناتنا وانجنجن وان. اذا حدها حابب يفوت ع كلان حابب يفوت ع كلاناتنا. بدر يفوت لها اليك كل هالكلانات وانجنجن وان. شي انا عامله شي مشاجعين عاملينهم متابعين الى اخرية. ما هنوصل لاكتر من الفين اتوقع ما عديتهم والله. ومو بس هيك. اذا بتخلص كل الوانجنجن وان كمان في عندك شي تاني اسمه وانجنجن وان يوتيوب هو متل اسم كلان الاساسي. اه كمان شوفوا عدد الكل اه عدد كبير يعني ما له قليل وكله تقريبا معبه. فيك بكل بساطة تدخل بايه كلان بدك يا بناسبك منن. او فيك تعمل كلان تسميه وانجنجن وان بنفس الكتابة. او تسميه وانجنجن وان يوتيوب. متل اللي بتحبيه بتحبه. والبلد اللي بدك ياها. هلا لحنا قلنا انك انت بدك الف قول لتنشئ هذا الكلان او تدخل دغري. واسم الكلان هو اللي دغري بالسيرش بيطلعه. فحاول تساوي اسم متل اسم قناتنا دغري سهل الموضوع. الكلان هو اكتر شي بوسع خمسين عضو. مو اكتر من هيك. وبقلب الكلان بتحلك شغلات جديدة. او شغلات ما فيك تساويه بدون كلان. اللي هي شي اسمه التحدي مع لاعبين الكلان. فيك تدخل على الكلان. ومن هون بتكبس على كلمة friendly battle. وبها الطريقة او تحدي. وتتحدى للاي حدا بدك ياه. وفيك تنقي القرينة او الساحة اللي حابب تلعب فيها بها التحدي. وتكتب له الرسالة اللي بدك ياه هون لللاعب اللي ضدك. اهم موضوعنا نقوله انه انت لما تدخل على التحدي. في شيء اسمه هذا التورنمنت حكينا عنه من قبل. اه موجوده مطبق باكتر من مكان. ان هو البطولات ان هو التحدي الكبير. التحدي العادي الصغير او التحديات هاي. اه بالتورنمنترول اه طبعا سلسلة شروحات كلاش ريال فيه كل الشغلات. صاحب برجع عيد الشغلات الاساسية. بتورنمنترول ايا كان الفلك فوق التسعة برجع بينزل لتسعة. يعني ازا انت اتناش تلتاش بنزل تسعة الكروت العادية بتصير تسعة ريار سبعة ايبك اربعة ليجندري واحد. والاوفر تايم مدته تلد دق هاي مو دقيقة بتحديات الكلان. ازا هاي بالنسبة لموضوع الكلانات بشكل عام. اه بالكلان فيك شغلة كمان انه فيك تفرجي الناس تعمل شير لمباريات انت لعبتها. او فيك تعمل شير لمباريات من تيفي رويا. يعني انا ببساطة فيني روح لهون اه على تيفي رويا. واو عجبتني هاي المباراة شير بعمل شير بكتب اللي بديها. وبتدخل المباراة داخل الكلان. بقدروا الناس الاصدقاء يشوفوها. ويعني يستفيدوا يتسلوا ينبسطوا منا وهالشغلات. بقلب الكلان في عندك شي اسمه اه او او والريكوست. اه او والريكوست يعني خلينا اقول لعرضه الطلب. او هي ما لبيع بس هي انك انت فيك تدعم الناس او الناس يدعموك. اه طبعا الدعم هو شغلة كتير منيحة. اه ما اه خطأ الناس اللي بيقلك انه انا مهم انا بدعم كتير. اه انت وقت كنا بدعم كتير انت مالك مهم الدعم كتير هو مصلحة للك للك يعني قبل ما يكون مصلحة للك بالعكس المهم هو لنا اللاعب الاكتف اللي بيضل بيفوتو بيطلب. وليس اللي بيدعم كتير. يعني انا بالنسبة لي احيانا بكلان ما عم لاحق ادعم. عم بيطلع دعم عم بيجي اكبس عليه هون اه متل هلا دعم بيجي بيكبس عليه ما في كم ثانية كم داية هلا عم صور بوقت معين ما في كتير ضغط. بس اه بيكبس عليه ضغري لحتى ادعم. ليش كل هلا قصة بتصير? وش تفاصيله. بشكل كتير سريع كمان ما فينا ندخل بهالموضوع موجود سلسلة الشروحات. كيف بتجيب كيف بتجيب كله الكلان هادا بيساعد فيه. يشوفوا سلسلة الشروحات بس باختصار فيك تطلب دعم كل ثمان ساعات. والدعم يعطيك لما تدعم. ولما تندهم تاخد البطاقات اللي بيدك ياها. بكميات حسب الارينا تبعك. هلأ منجي لشغلة من اهم الشغلات اللي هي اللاعبين المحترفين او الناس كتير ممكن يكونوا مشاهدونا. بدون يبلشوا بقى هون يستفيدوا. هون انا تعلمت يعني انا هون ما بعرف هون انا تعلمت. اللي بيدلكم علي يا شباب انه كيف بيطلع كقوس الكلان. ليش هلأ الوانجنجنوان يوتيوب اللي فوق اعلى من اللي تحت اللي تحت اعلى من فوق. هل يعني مسلا يا عمر كل اللي عالم حسب كقوسها بتنجمع? لا 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 لا. في طريقة خاصة. تبهوا معي. هونيك بالزاوية مكتوب الرنك ومكتوب الفاليوم. طيب. شو يعني؟ يعني بالكلان اللاعبين اللاعب الاول غير اللاعب الخمسين من حيث قيمته ككقوس. مو يعني قديش معوا كقوس كقيمته. كيف يعني؟ يعني لما يجمعوا الكقوس بيجوا بيقولوا اول عشر لاعبين من الكلان المرتبة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والسادسة والعقلة العشرة مناخد خمسين بالمية من كقوسهم. كديش؟ خمسين بالمية من كقوسهم. المرتبة اذا عشرة العشرين مناخد خمسة وعشرين بعدين اتناعش عشرة واخر عشرة بالكلان ناخدنهم ثلاثة بالمية من كقوسهم. عشان هيك شو منطلع بزبدة بالموضوع شو الخلاصة خلاصة يا شباب انه الكلان اللي فيه اول عشر لاعبين كتير عالين هو الكلان اللي بيكون لفل كقوسه عالي كتير وما مهم كتير اخر عشرة قديش كقوسهم كيف يعني يعني انا اذا قارنت بين كلانين واحد كل اللاعبين تبعوا كقوسهم 3000 كلهم تخيلوا كل اللاعبين 3000 ويجيت لكلان تاني اللاعبين كلياتهم وكقوسهم 1500 2000 1200 الا اول عشرة كقوسهم 4200 يعني بس عشرة عالين كتير حتلاحز انه الكلان اللي فيهم عشرة عالين كتير عنده نتيجة اعلى بالكقوس من الكلان اللي كل اللاعبته اوايا هذا اللي بيخلي وبيعطي اهمية وقوة لأول عشرة مشان هيك اللي احنا دائما نحاول نقول لأول عشرة بالكلان او حتى انا برأيي اول عشرين لانه خمسين وخمسة وعشرين من مية دائما نقول لهم شدوا حالكم رفعوا الكقوس جيبوا ارقام عالية مشان يرتفع اسم الكلان او رتبته ويجيب الرنك الاول وهون بنجي لموضوع على اشرة الرفع والتخفيض بالكلانات في عندك رتب في عندك الممبر او العضو العادي عندك الكبير وعندك مساعد القائد اللي حقوله عنهم يعني اول ما تدخل انت حتكون ممبر وممكن اذا القائد او مساعد القائد او الكبير حبه بقدروا يطوروك كل واحد على قده يعني الكبير مساعد قائد بقدر ساويك كبير او مساعد قائد القائد دير ساويك كل شي الفكرة الميزة بي انك تكون عضو بهالشغلات انك انت فيك تقبل اذا الكلان ما عمله الكلان لانه ممكن يكون يا مسكر يا مفتوح يا مفتوح للكل مفتوح مع دعوة هو ان اغلب الكلانات بتكون بقى اذا انت مفتوح مع دعوة هيطلع دعوة بقلب الكلان ما عرف اذا الى في شي دعوة ما في دعوة بقلب الكلان ما عرف اذا نستفيد منه ما في والله المهم انك انت فيك تعمل بيك البساطة انك توافق او ترفض طلب دخول اي لاعب فيك تطرد لاعبين من الكلان طبعا احنا عنا بكلان وانجين جنون ممنوع اي حدا يطرد من الكلان غيري او انا ما بتطرد انا بستبدل كيف يعني يعني اخر او لاعب لعبين ثلاثة اذا كان كقوسهم قليلة بقللهم مو بقللهم بيطلعوا من الكلان لحالهم او او انا بطلعهم من الكلان ليروحوا لكلان تاني من كلانات الوانجين جنون لا يرفعوا الكقوس بيرجعوا لعنا او مشان هيك هي بالنسبة لموضوع تغيير اللاعبين وبالنسبة لكلان الوانجين جنون او انا عندي انا كتير قليل ما ارفع رتب لاعبين او لانه بحس الشغلة بتدوقت كتير لانه اللعبة فيها مشكلة انه بتحس لاعبين بظلوا بيطلعوا بيفوتوا على الكلان بس اللاعب اللي بيظل بالكلان لفترة طويلة شهر ثلاثة ستة ما بيترك هذا اللاعب اللي ممكن يتطور وممكن او ياخد رتب عالي اكتر يعني يصير عنا متل اقول اساسي او بالنسبة ل او يعني اي موضوع تاني صفه بالكلان هو صار تفاصيل خلينا نتركها للسؤال يعني اذا انتو عندكن اسئلة بالموضوع قلولي عليها او حلقة شرح لازم كل اسبوع اسبوعين انا عم ساوي كل شهر حلقة شرح او لازم الشرح يكون موجود بعرف فيه ناس ما بتحبه فيه ناس بتفيد منه فيه ناس بتعرف كل هالاشياء بس انا صراحة حتى بهذا الشرح انا استفدت لما عرفت قصة الكؤوس تبع الكلان يعني فيه قصة مالة كتير سهلة او رغم اني بلعب اللبه يعني من زمان وقت ما نزلت تقريبا بس هذا هو القصة مشان هيك يعني حاولوا انتو تكتبوا لي تحت بالكومنت تحاولوا الشرح تعطوه اهمية يعني حاولوا توصلوا اللايكات لعدد كبير ما ماعرف قديش ما حاول رقم بس حاولوا توصلوا لعدد كبير عشرة الاف ما ماعرف ماعرف حاولوا تنشروا هاد المقطع لاصدقائكم بكل وسائل التواصل باي شي بتكون ياه واتساب المهم الشرح هو اساس اي شيء هو قواعد اي شيء بقى اذا قوينا فيه منقدر نقوي كل شيء مشان هيك انتو شوفوا كل سلسلة الشرح بالقناة واسألوني تحت بالكومنتات اي اسئلة بدا شرح شرح عن اللعبة عن محتواها عن معلوماتها ما في عندي اكتر من هيك شرح الجواهر فيه ناس عم تسألني عليه فيه ناس اللي ما تقلنا على الجواهر كتير ما فيني ما اقول على الجواهر لانه فعليا انا كل كل مقطع بيجيني ناس جديدة ما بتعرف اي شيء يعني فيه ناس تفكر انه عمر شاري هالجواهر باموال حقيقية لا انا ماليش هاري باموال حقيقية انا عم جيبها من برامج موجودة بالدسكريبشن تحت حطلكن ياها فيكن تجربوها وتشوفوا كيف انه انتو فيكن تجيبوها جيبوا جواهر ولا لا قديش بتكون وقت نزلوها كل البرامج استعملوها كلها يوم 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 يومين ثلاثة اعطوها فرصة شوفوا مين الاقوى لانه ما فين انصحكم بواحد كل واحد قوي ببلد معينة يعني مشتركين من جميع البلاد وهذا كان كل شي لليوم كما كان عمر اول جن جن وان شوفكم قريبا ان شاء الله ومع السلامة